موسيقى مشاهدين منحييكم بهالحلقة الجديدة من نبض بيروت اللي رح ناقش فيها بطبيعة الحال كل التطورات على الساحة المحلية وارتباطاتها الإقليمية بضوء ما يحصل بغزة مع استمرار الأدوان على غزة بصرنا بهذه الحلقة نستضيف العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية بحركة الناصريين المستقلين المرابطون أهلا وسهلا فيك عميد مصطفى الخير لك ولك المشاهدين يا أهلا فيك خلينا نبلش شوي بالساحة اللبنانية صحيح أن هذه الساحة مرتبطة بشكل كبير باللي عم بصير بغزة بس بالساعات الماضية تصاعدت جدا العمليات والاشتباكات بين حزب الله والجانب الإسرائيلي وسط حراك ديبلوماسي اليوم في معلومات تتحدث عن عودة الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين بالمرحلة المقبلة خلال الأسبوعين المقبلين إلى لبنان كل هذا الحراك يربط بتجنيب لبنان توسع الحرب هل لا يزال الخطر قائم برأيك؟ أول شيء من الـ OTV لكل اللبنانيين كنا عمدتوا بخير أهلا وسهلا خاصة أهلنا المسيحيين كعيد الميلاد وقبل ما نبلش هوكشتاين شو جاي يعمل إذا وديجي لأن يمكن تعطل في الطيارة مثل ما تعطل بمكرون ما أعطيك يريد بس بالإعلام هو اللي طب قولت ترنس لأنه على الظاهرة على الأحداث طلعت ترندات صح حلو عن اللبنانيين حاش تخوفوهم في شيء واقعي ننسلم فيه بس في شيء كذب وطأحنك وأغبأ أغبياء هن اللي بتعلي اللي بتثبه بيصير خبرك أنه أنا اللي عم بيحكي قبل الأعياد والعنجين سنة جديدة رغم كل الظروف الصحابي اللي عم بحيش أهلنا لبنانيين حلو عن الناس اكتيالات طيارات خيئة بس ما تشبهونا لا مش مضبوط نحن مثل غزة مش متل ما بيقول جلنت أبدا نجي على كشتين لحظة 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 ما حكيت فكرة كتير مهمة اسمح لي ناقشك فيك عم بتقول ما تخوفوا الناس بوقت الناس يمكن من حقهم يخافوا ووسط كل هذه المعلومات لا مع عم بتقول نحنا مش مثل غزة بس تتوالى التصريحات الإسرائيلية المهددة واللي بتقول انه رح نعمل ببيروت ولبنان كما فعلنا بغزة قتل ودمار واستهدافات ليش حضرتك شايف انه هيدا تخويف مبالغ فيه شو بيمنع يصير انا ما امقول ما في خوف ولا بكون عايش متل ما عايشين تبقول الكيان اليهودي متل ما عايشين بقلق لا لا لاندو هلا بنحكي طبعا بس انا امقول الخبيلة اللي هسكر الفلاني وهيدا وبكرة وبصير يطلع قد يصار ترقام تعربت ولا بالميات وعنا عايشين لا لانه بالنهاية هدا المواطن مش عم نقول ما تخوفوه بس كمان ما ترهبوه وما تقلقوه صح والدم وهلا بنحكي عنه طبعا لذلك انا ما امقول ما تخوفو الناس بنجي لقصة هوكشتاين لأوصلك لخبريات اللالالاند اللي عايشينها من لبرمن هلا لبرمن دخل عالخبريات وغالاند ونتنياهو كلهم بنجيهم هوكشتاين جاي لا يحمي اسرائيل يعني جاي اللي يقلوا اللبناني دخيلكن ما ترموا وانا عم بحكي بدقة يعني ما كرون لما صار يبعط لنا لودريانو وكورونا اللي ما وصلت انه اذا بتريدوا تطولوا باكنها اللبنانية حاجة تقولوا بتكون سندو هزا اذا 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 مش عاك عم يحكي ما عم بيقولوا انو سايد بده اتدمركم اخر شي ما تقربوا لنا على القريش مره الماضي مره المعروف شو نحكي لما اول مره اجا انو ما تقربوا على القريش نعم فلطول لنا القريش هيدا اللي حكي اذا هوكشتاين عم يجي ليمنع الضرر على اليهود مش ليمنع الضرر عن لبنان هيدا النقطة الاساسة طيب خلينا نفوت على قصة المتناقضات بالساحة اليهودية ايه فيما يتعلق بالواقع اللبناني نعم جانس بيقعد بيزيحة نتنياهو بالمؤتمرات انا عم بيحكي بمبسط للعالم لقلتلي انو من بالغ ومن جانس سوفي بالمؤتمرات صحفي بيعمل هيك بيبايد عنه لناتنياهو جلم ايه في خلافات طبعا بيتركون يتحملوا المسئولية كلها عن غزة بس يجي قصة لبنان وغانس بالمناسبة هو رجل امريكا القادم في المفاوضات مش بالحال غانس وهيرتوك لان تعرف على رئيس الكيان اليهودي صار شريك بالسياسة بالاول كان بس بيحكي ثقافة وشعر هلا صار شريك بالسياسة اذا ملاحظة هيدا الترتيب الامريكي الجديد لإدارة الديمقراطية اذا غانس هيرتوك هني رجال المرحلة اليوم التالي اللي عم يحكوا فيه واللي قالوا ما بنا نحكي فيه ايه نتنياهو رفض الحديث بالموقع انه مش هوي ولا جلن اذا هون جلن ونتنياهو دي باسي رايحين عم باخروا موعد اعدامهم والمشكل انه مثل بايفورس اوف انارشا بقوة السائر الكرج الكرجان بعد فيه ناس عم يقدروا بالقيادة العسكرية اليهودية ببعض الاماكن بالمدير الاساسي الامريكاني انه فلطوهن لان شو بركي حيقولن انتصار معي مش انتصار شي شغلي انتصار وانجاز انجاز صغير طول طيب شو عم يعملوا بهيدي الظروف قلنتوا ونتنياهو وان بدوا يعملوا في السقف بجابهة لبنان ومش بس بجابهة لبنان مثل ما قلتلك في بعض الزوايا عند الامريكاني وعند بعض الكياد العسكرية فيه تنمر ما بنا نقعد نسرد الوقائع كل وبعدين هون في نقطة الناس باللبنان ما بينتبهولها الخبراء العسكريين انه اللي بيكون مدير مخابرات سابية واللي بيكون رئيس اركان سابية هولي شركاء بالقرار القادم بس بالدولة اليهودية على الأرض فلسطين يعني هول مش انه بس نسمع براكب وبنينت وهول عم يحكوا انه لا هولي راحوا بش متل عندك اكس هذا مش اكس هيدا شريك بالطراق مش يان هيكس معه كمان شو عم يحكوا طيب كل هالقصة انه قلنت وقانت عندن في حال فاتوا عالتفاوض وبدوا نحرقلوها وين بدوا نفجروا بالجبهة اللبنانية شمالية او جنوبية حسب الواقع بدنا نحكي فيه طيب الامريكوش عم يعمل عرفين هيدا الشي الفرنساوي قلنا لنشرها بتخرج اصغيرة لا صارتشار بتخرج طويلة يعطي العافي مكرون ولودريان وموريان وهذا كله وكورونا ومورونا شو اسمه دي كولونا كله راح قالوا الامريكان يزيح عجنب راحنا فاتين بالتفاوض بهوكشتاين الاسرائيلي مباشر على العرض لبنان بس ليتذكروا اسمه اللي بدون يعدوا معه مشان هاي شو بدو يصير بدون يحموها بقرار امريكي مضبوط حتى ما يوصلوا لمرحة التفجير مش حماية للبنان ولا بلك لا مش حماية للبنان حماية للواقع اليهودي على عرض فلسطين نحن ما عم نخوف الناس بس بنا في نفس الوقت حلوا على الناس ما تعملوا رعب وافلام سينما هوليودي طيب عميد وبقى يجع لبرمان لايقك كده الشي لبرمان سامعش عم يحكي لبرمان طبعا لبرمان قال تشيلوا سينها وهكسر الواقعي السياسي رغم انه على عدو هيدا العدو اليهودي بيحكوا هيك حكا ما كانوا يحكوا طيب بس عميد هون سؤال كونك عم تتحدث عن الخلافات الاسرائيلية الاسرائيلية وانه تعتبر حضرتك اليوم انه اسرائيل خسرت بهذه لا 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 اوان بالمعركة بغزة عم بتقلي بغزة انا ما بحب كلمة خسرت شمولية انا عم بتنبش عن انتصار اي 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 شمولية لانه خسرت بكرا بيطلعوا لك عادين عم يتسلوا على الانترنت طيب بس يعني ما بلنا اقول خسرت ولكن فيت بالفشل اوكي ما حققت اي انجاز حتى ولا ورده ممتاز بس اليوم نتنياهو المأزوم اللي حكيت عنه حضرتك وانه اصبح من الماضي شو بيمنعه يفجر الوضع حفاظا على نفسه جوابتك جوابتك في بعض الامريكيين لانهو المدير اصدد الامريكاني هو المدير المدير اللي كنا نقوله الولايه 53 وهذا اثبت هلا وبعدها هلا لانهو نتنياهو ما عنده اليد المطلق ما شايفينه ما عنده اليد المطلق لا بالقيادة العسكرية ولا بالقيادة السياسية ما ملاحظة لا بحكي شعر تشوف التابع تب اكتر انها انتي معي خبر انه فيه جنرالات امريكان قاعدين بالجنرالات من شيء الجمعة اجت انه الولايات المتحدة بفتكر يا بل جينز يا بل هافينتون بوس انه الولايات المتحدة الامريكية جهزت قوة الانزال التاني بالولا تبع اول المارينز لحتى تنزل قال تعطي ساقة مش انه تنزل بالكتال مثل ما بيقول لها لا انه تعطي ساقة للجيش المأزوم اليهودي في غزة وحتى تعطي ساقة لغلاف غزة المستعملات انه ممكن ينتشروا ضمن خطة السلام الشاملة هلا فيه ناس بيقولوا نزلوا او بلشوا يستطلعوا فيه ناس بتقولوا بعث وخاصة بعد ما طلقت خبرية فلدالفيا واللي اسمعناها هيدا كله بيدل انه هيدا الجيش المأزوم لن يحقق الانتصار ونتينياهو ما عنده اليد المطلقة وراحكملك وغلن مش بس ما عنده اليد المطلقة غلن ترايح اعدام ومين اللي اثبت انه رايح اعدام الناس ما سبعت انبارح التقرير اللي قالوا هاليفي عن كيف قتلوا ثلاث مواطنين هونيك عندهم عن طريق الخطأ اعدام هيدا مشين هاك ما بنا نطمئ خلينا نشوف الوقاعة ببدأتها لا تقلك بس لقلك لان ما املك فشل زرية بعد المعركة بتطول وبعدين مشين حماس والجهاد وكل الفصائل الفلسطيني وكتاب بقدراته اللي عم بيقاتلوا عرض غزة الى يوم القيامة بيقاتلوا الى يوم القيامة عم بيفطلوا زخيرة وعم بيفطلوا مواد وبأكلوا هزا وقعدوا تفرجوا وما بدي فوت هلا بالجدل مصر شمتان مصر ما بديتان بس خليني خبري انا قلت كلمة بس خلص المعركة وان شاء الله بيطلع بخير السلامة القائد الفعلي والسنوار خليهو يقول شو كان يصير بعد الفترة مشين هيك ما حدا يقول بكرة بطل في زخيرة هذا الحنك اللبناني عندنا هون اللي بعضهم ناطرين ناطرين لحتى تضرب تضرب اسرائيل قملة نووية هون وهون وهون شوفنا هون بس اقلك الانجاز اللي انا بمكن اقول او اللي فاتحين له باب حرر قبل ما تجي على لبنان وتشوف اللي ما حتشوفه وعلى ما عم باله حرر كنت قولت النورة زعلوا من الصبايا قالوا له هذا جندر ما بيسوى تحكي فبطلنا قلتنا حرر بانطلون اسير حرر بانطلون اسير بالقوة مش تقولك يون جساس حرر بانطلون فترجيني بانطلون اسير حرروا الجيش الاسرائيلي بالقوة بس لا لا بس عميد ايه لا واضح شو عم بتقول بس كاكتا الانجاز المضبوط العسكري فصول غزة شمالية يعني رفحوا رفحوا غزة شمالية غزة ودار البلح عن رفحوا خانيوني فصولهم بس مش فصلا انه فوت وضرد فوت وضرد عاد عمال منطقة عاد يقول انا عملتك ووصل على بحر غزة ساعته بتكون تميلت انجاز غير هيك فكر بغزة يا جلان ويا نتنياهو حل عن لبنان بس هيدا المشهد ممكن كتير نقشك فيه لناحية انه مش عسكريا صحيح انه قد يكون انه ما في انجازات عسكرية عند العدو الاسرائيلي بس الاكيد كمان انه مشهد القتل والدمار وعدد اكتر من عشرين الف شهيد بغزة انه هول ما بيستهلوا انتوقف عندهم ضمن الخسائر المشهد اللي عم نشوفه مش بسمين اي مش اكيد وهيدا شغلة كتير مهمة وهيدا دم 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 عالم لا اذا ارنا الكبار بيحمله بس اشلاق جسس اولادنا بغزة صحيح مين بتحمل صحيطها السلاح الامريكي السلاح الامريكي عرفت مين بتحمل السلاح الامريكي وبايدن وبلينكين لا ما بدنا ان نحط ايدينا هنا بس ليش معتبر انه السلاح الامريكي ما عمين حكى عن خلافات وتبايينات بين واشنطن وتل ابيب وانه واشنطن بده تخفف من حدة المعركة ولكن اسرائيل اللي عم ترفعه بايدن طلع باول نهار عمل كرتل لحماية الكيان كيف هالحكي؟ هالحكي هالحكي بس هالحكي زاد الحديث عن التبايينات ما تغير الموقف الامريكي ما تغير الموقف الامريكي؟ ما تطور الموقف الامريكي؟ كرماز صندوق الانتخابات لان جاي بدي اقولك انت ما ما حابب اقولك جاي طار اسمه اسمه ترامب سيلت عليهم بقلن بقلن رتن ديموكراتيك رتن معافة عنين من هان تغير مش تغير بتشرفيه واخلاق وانسانية برعبة بايدن وبرعبة بلينكن اول ما عملوا كرتل وبرعبة هذا الماكران يقولوا نروح اقتلوهن نغير من مين المجرم الاساسي؟ طيب اكتر من هك نسينا انه اول اول 24 ساعة عملوا بواخر بنزله على كل العنابل بقعتونهن ذخيرة قتل نعم قتل فرده هاد اسلاح فرده؟ طبعا طبعا نسلحوا المستوطنين اكيد مين بيكون الاشلاء الاشلاء اولادنا اللي بيضغزة؟ هادا هادا الانتهم ومشن هاك مشن هاك ما بدنا نضيع العالم ومن احنا ما قلنا فضل بتعرفي مين اللي فضل؟ الشباب الفلسطيني والشباب العربي والشباب اللبناني لما ما في زاوية بالعالم كان يقولوا حرام هؤلاء اليهود معطرين كلهم صاروا ضدهم هم تشوفي انا ما عم بيحتي شارع ام بيحتي وقائع طبعا جنرال رح نروح لا اول فاصل بحلقتنا بعد هيدا الفاصل بدي فوت معك اكتر بتفاصيل ما يرسم للحدود اللبنانية لناحية الالف وسبعمية واحد اعادة انتشار قوات اليونيفل لا تسأليه وحواط وكميل شمعون وفيرس البواز انا ما بعرف نا بدنا نسألك لا لك بس بعد الفاصل مشاهدينا اتحل لكم معنا عودة مشاهدينا لمتابعة حلقتنا العميد مصطفى حمدان من الجام الرحب فيك معنا بدي كف معك شوى بما يطرح للحدود اللبنانية الجنوبية اليوم في اكتر من طرح خلاصة كل هذه الطرحات اللي تحمل للجانب اللبناني انه ألف وسبعمية واحد ابعاد حزب الله بالحد الأدنى عشرة كيلومتر يعني ابعاده واخراجه من جنوب الليطاني في طرح قديم جديد اليوم رجع ينحكى فيه عن قصة انتشار كتيبة فرنسية من الجانب اللبناني وكتيبة أمريكية من الجانب الإسرائيلي وفي بيكون في مساندة من الجيش اللبناني الخلاصة انه ممنوع يضل حزب الله يشكل تهديد للمستوطنات الشمالية كتيبة أمريكية تقعد على حدود داخل إسرائيل هيك تبقوا للسيادة والاستقلال مالكي بيطالبوا بعودة الجيش الإسرائيلي على حدود يعني هيد اللالالاند ليش اللالالاند؟ عمشان تقول الكتيبة أمريكية يمكن هيد المورينز وين بدا تقعد؟ على حدود تحمي إسرائيل صارت بالتاليه من لما ذا تشاروه نتزعران لحنا أنا قبلين بكون كثرت دولة اليهود وراجعين بس بيكون أبعد حزب الله عن الحدود في مية وعشر شهداء إذا ما صاروا أكثر نعم هيدا الدم عم يرسم الخط هيدا ما جاي كان هوكشتان يرسم الخط عم ريح له راسه الراس الدم وش عم بحكي الشعر انكتب رسم حدود لبنانية على تخوم فلسطين ما بفتكر حدا وخاصة العقل طبعا ما بحكي باسم المقاومة وأنا بقول اللي على الأرض اللي بيقرره نعم حتى ما حدا يفهمني غلط مثل الباقي لا لا بس قراءتك اللي بيدفع دم بمحل وخاصة المقاومة فمك واحد ما بترجح الناس ما بتنتبه شغلي ريتا انه بالأول فاتت اسرائيل صارت تفاوضنا من من خط اللي طاني نعم صارت الالف وسبعمية وواحد فاوضت اللي طاني وفاوضت اليوني في الوجيش اليوم يوم انت منعرف التفاصيل كيف صارت ورغم ذلك استطاع أن يبني حزب الله القدرة لاحتلال المستعمرات بيرتوا بيزعلوا بيقولك شو عم يحكي الالف وسبعمية وواحد انتهى حرابوا مكارون وغير مكارون والامريكان انتهى بدوا يفاوضوا اذا ترسمت الحدود اذا رحنا الى تثبيت ترسيم الحدود شو الزريعة اللي بقاء حزب الله هونيك شو الزريعة ايه اذا بيقولوا منت ما قلت نالهم انت عطيت الحل عشرة كيلومتر او عشرين كيلومتر ممنوع يحط فيه مدفعية الجيش للسائل يضرب القرى وبيرجع حزب الله ساعتها انا بعطي مثل اللي بضي يفاوت الدم رسم لذلك الالف وسبعمائة واحد يا لبنانية خلص انتهى سياسيا وعسكريا بعدين الكتيب الفرنسي اي تعديل بدوره خارج لانه في ناس بعضا مفكرة اليونيفل انه بدون خارج انا عملك هلا مني كمواطن لبناني نعم خارج اطار عمل اليونيفل بالحماية وتأمين حماية الحدود جديا ستحارب كقوة معادية بعمليات بلشت الرسالة توصل من خلال الاعتداء اللي صار على اليونيفل بالساعات الماضية هذا ماشي هذا البعض قرأ فيه رسالة رسالة نعم تعفل لبنان البعض كتير بيقرر رساية عنا ثلاثة مليون خبيرة عسكريا حكم هذا مناسبة لأنه عنا ثلاثة مليون ماشي ماشي هذا ماشي هذا كل ما نشوفه ماشي طيب عميد اليوم اسرائيل عم بتقول إما يعني بيصير في انسحاب عن الحدود بالطرق الدبلوماسية والمفاوضات الدبلوماسية وإما بالقوة يعملوا القوة منيحلت وخاصة أنا ليس ما بحب أحكي فيهم هولي يا شباب خاصة هولي اللي مبعا أنه عندهم هوس بالكيان اليهودي من الأيام أشكول وأنا ما عم تكون حدا يا شباب رؤوا الكلمة إن شاء الله بتحكي من هلا لبكرة إن شاء الله بتعمل مية بيان إن شاء الله بتطلع وبتنزل وخاصة مش بس بالجو المسيحي بكل الطواقف والمذاهب أهدو أنت مألك قيمة هلا معركة كبرى استراتيجيات كبرى مفاوضات على مستويات أنت مضب حاج بقى اللي أعملك حاج تخوف في اللبنانية لو أنت ما بتعرف شي لو أنت بتسمع لك بتكون دقات تليفون للشي سفير أو ديارات لشي موظف بالسفارة بالدرجة خامسة ساتسة مرألك كلمة بتطلب استهوى فيه أمور كبيرة عم تحصل إن شان إيه؟ اللي عم تقولي بالكوة أنا برجاء بإلك أنا بحترم كل مقاوم على الأرض نعم بعدني ما حكيت بالجيش على لأنه الجيش الشريك ما حدا يفكر الجيش بالمعركة ضد اليهود ما هيكون الشريك غسنا على رقبتكم كلكم أنتو خاصنا هو ليه؟ إنو الجيش ما عنده إمكانيات إمكانيات باللحم الحي لحيات الجيش وبكرة تبذكر ولمعلومات تكون أكتر بالنسبة للجيش حتى ما يقولوا بس عن بحكة المقاومة التنسيق قائم بالساعة وباللاحظة وبالربع ساعة بما يجري بجنوب مع الجيش وبان المقاومة عجبكم؟ أهلا وسهلا ما عجبكم؟ أحكم بس اليوم خصوم حزب الله عم يطلعوا ويقولوا خلي الجيش يستلم نحن نريد تطبيق من 1701 ومهلا عم بتقول بيقاتل باللحم الحي خلي الجيش يستلم يستلم من قال الله ما يستلم؟ يستلم هلا؟ بيقبل الجيش يستلم أنا بقبل فيه هيدا المالي عم قلك فيه فيه استراتيجيات كبرى ما بدنا نقعد أنه يستلم الجيش خليوني يتفلوا هلا بس لخبرك شاني وأنا بقلك أنه أصغر أصغر ملازم بالجيش لبناني على حدود وأصغر مقاوم عم يضرب خط التخوم الفلسطينية بعتبره أهم مني وأعلى مني هذا مش تواضع هيدا حقيقة اللي على الأرض هو اللي بيحكي لذلك بس بالقراءات وبما أملك من شوية معلومات لأن فيه ناس بتعلموا بتعرفي حنا اللي عم بيصير على حدود ماشي ومين أكتر ناس بيعرفوه ماذا تنتظر؟ مش لبنان اللي عم قلوه لللبنانية طولوا رؤوا يا شباب ماذا ينتظر الكيان اليهودي إذا بدأت المعركة الكبرى ماشيان هيك عم يجي هوكشتاين عم يجي انو طولوا بيلكون يا شباب اسمعوا من هدا أنا ما عم بيحكي الشعر نعم وما بدي بالي مش معروف ما بدي أحكي شو بدي يسير بس أنا شايب بعيني شو بدي يسير شو؟ من النقب من كريات إلى إيلاته ما عم بيحكي لأنه السيد حسن العوام بيحكي عذكري ايه خليني قليك حتى ما كمان يزعله كتير وحدة الجحيم مش يعني هيك ما بتفتح المعركة شو اللي بمخلى لا لا بس مش معناتها انو انو في شو بيقولوا سخافة أو مش سخافة خفة بإدارة المعركة في معادلات عند المقاومة يعني ما بدي أقول حزب الله معنو حزب الله بس عند المقاومة في معادلات إقليمية ومعادلات وطنية لبنانية شو شايفين نحن هلا انو المعادلة الوطنية اللبنانية بعد أعلى انو المعادل الإقليمية بطورية لبنان بحرب كبرى مزبوط arrested انوtop81900 يCOM رغم حماس زعلان من الحزب وفلسطينية عم بيثبو سيد ويه OO مزبوطة ولا لا بس هيدا البعض بيقول انو أجا بقرار إيراني وأن المفاوضات مستمرة بين واشنطن وتهران من تحت الطاولة هذا بيدل أنه عمقلوا أنه هو ليسكتوا نصيحة سكتوا خصوم حزب الله عم بحطوها أنه إيران هي اللي إذا إيران حامي لبنان بلشت لمعنك الشيء أنا ما ضدها الفكرة نائيا وأنا بعرف لأنه ضدها الفكرة ومم بدنا نحكي أنا مش معا ولا مرحبت أدافع عن إيران بس هيدا السبب ليأكد أنه نضبوا أنتو مش قدت الشيء اللي عم بيصير أنا التاني نهار حكيت بعد ما صارت 7 أكتوبر ضغرة شكلت لجنة مش قاعدوا مع بعض إيرانية أمريكية قطرية يهودية مش قاعدوا مباشرة فتحت التليفونات مش هي أغلب بس مش قرار إيراني طيب تاختم معك هيدا الجزء ونروح لفاصل اليوم الإغتيال اللي صار بسورية قاديش ممكن يكون عامل مفجر للوضع ككل كما يقول البعض منك شايف هيك مباشر بس بلك شغلة الانتقام أنه ما حيكون بلبنان هكي إسرائيلي إسرائيلي إيه هيدا ليش بعد ما صارت؟ يعني لحظ أسألك سؤالي البعض اعتبر أنه الأيام الأولى كانت حظوص فتح هيدا وحدة السحات ووحدة الجحيم اللي عم بتسميها كانت كتير عالية كونه ما صارت بالأيام الأولى اليوم وقت الديبلوماسية مش وقت الفتح الجبهات هيدا سبب حتى يعله السقوف في كله بس بالأول أيام تبقى ما كانت أبدا وحدة السحات كان في حكة إعلانة تحليلات وفي بيانات لأنه كانت بعد ما واضحة وين رايحين بأي تداعيات ولا أي مستوى ما في حدا بيقدر يعرف بس تبلش المعركة هيني تفتح المعركة بس مش هيني تسكرية لذلك ما كان في وضوح لو أنا الحين قالوا وحدة السحات مثل ما قالوا وثالين نحن فاتين نكسح ولو أنه هلأ بس تألف الولايات المتحدة الأمريكية كرتل مثل كرتل المقدرات كرتل من جرمين فرنسا اللي كل عمرة مع القضية الفلسطينية إيطاليا هلأ لها أيني لأيام بإيطاليا ألمانيا حادة النقص عند اليهود لكن شو عم يعملوا الألمان هل هل ما بنا نحكي عنه ومن كمان في بس إسبانيا دولة الأوروبية الشريفة لأن أصولها عند الوصية عربية رفضت تدخل بالمعركة كرتل من جرمين شو الهدف بروهم دقل بغزة ما هيك بلاشي طب أنه يلي بيسمح لالولايات المتحدة تعمل كلها لها الشغلة تكتر عليه أن يقول في واحدة سحات كل السحات كانت عم تندرس نعم كل السحات بما فيهن سحة الجولان كان عم تندرس بعملية مش أنه فوته مثل ما قلتلك هلا بيحكي أنا اللي كنت عم قول عنه وبعدني عم قول عنه الجبهة الشعبية الأردنية ستكون مفاجأة الجبهات كنا عظيم خليني أقولك لجبهة سورية لأنه لأنه جبهة سورية كمان كانت من أحد السحات فيه معادلة وطنية واقع وطني وفيه معادلة إقليمية شفنا لحد هلا بين الجبهة السورية ما ولعت مع أنه كل العالم طبعا وفيه أسئلة حول هيدا الموضوع وإذا مرتبط بعلاقة حماس برئيس بشار الأسد بالنظام السوري وكل هاتفصيل عبدا هذا كله كله كلام بيعين بيعين الموضع لنا كله دراسات تقدير استراتيجي عالي نعم معركة بداعم أهدو يعني عندما تتطلب المعركة فتح الجبهات ستفتح ستفتح عظيم رح نروح لفاصل والمعيار غزة والمعيار غزة بعد هذا الفاصل بدي كف معك شوية بهذا الملف الجهود الدبلوماسية الوساطات المصرية والقطرية اللي عم تمشي في وساطة مصرية ومبادرة قطرية هلأ هلأ نحكي في يون بعد الفاصل بالإضافة لملفاتنا الداخلية أيضا رجعنا لكم المشاهدين قبل جزء الأخير من حلقتنا العميد موسطفى حمدان نجام الرحب فيك معنا قبل ما كفه بغزة خلينا نحكي شوية نحكي شوية بالملف اللبناني والملفات الداخلية الأخرى قبل شوية يحكيتنا عن تنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله بالحدود هيدا ملف كتير كبير ومتشعر ما بعرف هل يربط بملف قبة الباط اللي صارت بموضوع التمديد للعماد جوزيف عون أكيد لا لا يربط حزب الله ما كان عنده قبة باط بهذا الموضوع حزب الله ما عمل قبة باط بهذا الموضوع وتخلى عن حليف التيار الوطن كانت مقليلك ياما من الآخر بقبة الباط يلا بدك هلا فضل ولا بني نحكي عن القطر لا لا آخر شي نحكي عن القطر والمصري خلينا نفوت عن لبناني يلا أول شي بني نسجل بكل المحبة والتقدير موقف في العماد مش العام العظيفة موقف مش عريف مش من هلأ هو من قبل نعم وتاني شي أكيدت نشاط الشباب التيار اللي عم بيقوموا فيه والعونية معلش أن بحب كلمة عونية بحب التيار بس بحب العونية لشك موقف يحترم نعم طيب أكتر من هك هقلك كمان شي ملفت أنه كل الكوات السياسية لبنانية بأكتريتها مش عمقول يعني مش عمقول الموقف من الجبهة اللبنانية ولكن الموقف من القضية الفلسطينية عموما كان موقف ممتاز طبعا ولحظنا أكيد وآخر شي مع أنه ما شاركنا بس ما فيك ما تقولي أنه الحزب تقدم الاشتراك برغم كل الخصومة قدر يجمع الأعلاميين أو المكاتب الأعلاميين عنده بما فيهن حتى ما حدا ينسى أنا أبعرف الكوات البنانية كانوا حاضرين وحزب الله كان حاضر حسنا وأكيد التيار والديمقراطية وأصدروا بيان فعلا يحترم إذن بالشكل العام لبنان أصبح جزء من هذه المواجهة وطبعا مواقف الرئيس مئاتي والوزير أبو حبيبي يعني هي كلها عم بحكي بالعضية مش بالفزكة اللبنانية هاي دي حتى نحسم الموضوع فيما يتعلق بالواقع اللبناني وتعييده للقضية الفلسطينية من فوت عبات الباط وانت أسرقتي أنا ما كنت كتتحف بأخليها رحلي في عبات الباط كبيرة في شي معيب أنا ما بقبل كمستو حمدان عبدا مواطن واللي بدوا ياخدني أنا عم بحكي كمواطن لبناني أنه نكون نحن جمهوري برأس فارغ جمهوري برأس نحن الدولة الوحيدة بالعالم في قبائل بأفريقيا بتركب رأس على نحن ما في عنا ولا وضح أكتر أنا ضد هيدا النظام اليوم ظهر مننا المنظومة جبران وأنا ضد هيدا منظومة فدرالية المذاهب والطواقف لأخطر من فدرالية الريش أخطر اللي وصلتنا لهون وهني بلد مخ يعني ما بتفكروا تاب شو عملته وين بلدنا خي ما بتفكروا هل عبرات السنة أنتوا وين أنه قال ما بيصون خلف الدستور وما بيلفى نخره حبيبي أنا عم بيحكي بمنظومتكن منظومة الفدرالية المذاهب الطائف مش بفكرتي عن الوطنية حبيبي كيف تقبل يتمدد لقائد الجار مجلس النيابي دون انضاء الرئيس المسيح بمنظومتكن لا أنا مواطن لبناني بمنظومتكن ما بقبل بغض النظر هون توضيح مش لأنه شخصية العماد جوزيف هون حتى نكون واضحين أنا برفض رفض بيتنا أنا كمصطفى حمدين برفض طيب حتى التعينات مالوحة الرئيس مئاتي عين خارج إطار وزير الدفاع نعم طيب أكتر هلأ وصلنا لأوين المختلفين إذا بيظاهرهم بيظاهر لأخير لأنه هادي ما مجهز هادي بوع أوفية شو ها الدستور اللي كل ثلاث كل ثلاث تسطور في خلاف شو ها الدستور هدا أنا مع الطائف ومع اللي عامل الطائف بس وين بلدنا راح من ورا هادي دستور مع أنه أنا برجع بإلك ما احترامي للطائف واللي اشتغلوا بالطائف نعم طيب هلأ الخلاف بين رئيس الحكومة بين رئيس الحكومة وبين مجلس النية بإضاف له حق المجدور المراسين وهلأ وقع وضعها كنا نقول المواردين المواردين السياسية ما عرف صحيح بكله حلأ صارت الشعية السياسية بوجه السنية السياسية هكذا ظاهر هيدا نظامه طيب بدك أنا حلأ يعني أنت كنت ضد التمديد اللي صار وضد خرق الدستور بهذا الشكل واضح بس خليني ليش صار هي السؤال ليش حزب الله اللي كان عنده موقف واضح بهذا الموضوع نوه غير متحمس للتمديد ليش عامل أب تلباط وسمح بحصوله أنا ما بعرف لأي عمله بس بدك أنا شو مفكر بلنا كنا عم نحكي بالمبادرات مش حزب الله هيك قصده حتى ما هذا يفسرني غلق أنا شايف أنه أنت قلت في تفاوض إيراني أمريكي عالي مش أنا شايف أنه نحن من اطلاقنا من واحدة الجحيم واحدة الجحيم بيؤدي إلى مفوضات أو إلى مفوضات كبرى نو فيك ليش بعد ما ما عندي معلومات مبين أنه لأنه الموارنة أهلنا واللي بيحبهم بالنهاية الحق عشابه عالناسا وعالبطرق ما أخذ ولا إجراء مش بالقوة حتى ما يقولوا عم نشجع بالقوة ما أخذ ولا إجراء ليفوتوا على يا عمد رئيس جمهورية مرحب مندش مبعرف وين وما تاكلوا وما شاء أنا أحمل بس للموارنة لأنه إذا نزلوا الموارنة لأنه برجع بإليك بموضوع بس اتفقوا المسيحيين بفترة سابقة على اسم جهاد أزعور اتفقت عليها الأحزاب المسيحية الكبرى مين احترم هذا القرار شو عملوا نزلوا يزعفوا بالمجلس شو مفروض يعملوا أكتر من يروح يغضربوا يعملوا ميتك لأكل كون صوموا نزلوا وحتلوا المجلس سأل الله بعدين شو ماتي باتي هاتي عم نعطيك مثل انا عم أعطيك مثل كيم بانس هسألي سألي جبران اذا كان قابضوا منشكل منشغلهم بالمزح مزح من سأل عنهم ستطلع لهم بعدين بهذا الرئيس في أمين حكى هلأ عن مبادرات بالسنة الجاية ممكن يعمل الرئيس نبيه بري يعيب الشوم ليش يعيب الشوم هايدي هايدي لب المشكل فوق تحت الطاولة طلعوها لفوق الطاولة هوني عم قولوا انا ما عم بيحكي بالسنة الشيح بس ما خليتين يكمل الفكرة لتأديري ومش ازا واحد عم ينعرض له يمكن نعرض له يمكن ما نعرض له انو الموارني خلص ما بقيدوا لفوضه شو بيقدوا ينفذوا الموارني باللبنان ما يأخذوني انا عم بقلكن مواطن لبناني وبحبكني اهلنا وانتو بتعرفوا لأهلنا الموارني الامريكي بعدهم معتمدون او كجتمع مين عم يحكي لما كارون افندي سألان عنهم للموارني لما قلجي على الرئيس قالوا انو اتالى نعمل بسنا مسحيط المشق قوة شو صار زنبر مضبوطة طيب هلأ شو يا شباب الامريكي ما بقى بدوا يكن تفوضوا خذوا مني طاولة مفاوضاتك ازاريك بتتحلق هلأ بعد شوية ما بقى بيجعوا بستردروا موارني بس تقديري صعبة لحيقعد المكون الشيع اللبناني هتوقف المفاوضات خلاص خسروا المسيحيين دوروا في هذا البلد اكيد ونحن خلصنا من جبران من السليمان بالأول لأن خلصنا من جبران والجبران خلصين عنهم بيعتبروهم على كل المراحل هلأ اجا دور سامير من تحت الطاولة معاه بتقول أنه نحن بعد رأس سنة بدأنا نتفع نشوف سامير شو بنا نعمل عظم ما هيك بدكم تعمل وأنا ما عم فال عم بحكي جد مش عم بمزع ولا عم بمزخر دوت الرئيس بره كرمال لبناني وكرمال موارنة لبنان وبيه ده الليلة هلأ بس أنا أخلص أكيد حتقول لك ولو كله حيقول لك شو عم يحكي أدعي نزال الليل قبل الساعة 12 بس تخلص الحلقة أدعي لجلسة مجلس نواب ونزال من تخبو سامير جعجع رئيس تحت الطاولة خلصتوا من سليمان خلصتوا من جبران ونزال نتخبو لأ شو عم بتلمح بس بل عم بتلمح لشي شو يعني نزالوا نتخبو سامير جعجع رئيس وخلصتوا من تحت الطاولة حطوها فوق الطاولة اذا أنتي بديك تجيب بس عفو عفو شغلة خليني أفهم عليكم شو بتقصد شو بتقصد بانه شلوها من تحت الطاولة وحطوها فوق الطاولة بتوجه كلامك للرئيس مجلس النواب حلفة؟ أكيد أمين حلفة كل واحد حلفة حلفة بس دخل شأن اللبناني على حدود أنا مش بس حلفة أنا جندي فيه من عجل فلسطين ما عم بحكي على حدود عم بحكي بتدخل بالداخل على ما أنا حلفة عم بحكي موات اللبناني أنا عم بسألك عن اللي سميتهم الرئيس نبيه بري واسمير جعجع لا مش حلفة وشو؟ فرجي على جلسة مجلس النواب اللي مددوا فيها لقائد الجيش الزعيد علمات النصغر طبعا مش طبعوا الحركة تمام ومستريدة كتير معجبة بالشخصية الرئيس بلا ومنح مرياشي وان؟ وان؟ مع مين عم يحكي؟ من الجمعة تاني بالجاية؟ ما بدت اللي عم تلميه مشين هك الخلاب تكون تحرموا تحرموا الشعب اللي من أزأنته ومكون أساسي ولي جمعات يمشي معا بطلع الشباب التيار بياخد موقف السواد مش عم بمزح انا ما عم بمزح عم بيحكي بدكن تخلصوا البلد من اللي وصلتوا له إلى أسفل السافلين ومش معناتها أنا برجع معنا مبد وليسا ما يجعلها بمعروف يعني بالنسبة لي من الزمين بس إذا هيك مش عايب تقولوا بعد رأس السنين شو رايك مع فالانتاين تعملوا انتخابات رئاسة؟ ايه بحاجة ننتخب رئيس ليقعد على مش مضبوط انا بحزو بحزو بتحيي خاصة من هو عفوص طينية بطلع الرئيس بتعرف منيه بتعرف الامريكاني مع مين عم يحكي هيدا الواقع ينتج من رئيسا؟ من يختاره السنائي ولا من يختاره حزب الله؟ ماذا بنا نضحك على حنا؟ خلص يعني عم بتقول سليمان فرنجية هو الرئيس؟ وش عم بتقول؟ مين قالك سليمان؟ اذا عم بتقولي الامريكان بيفاوضوا حزب الله حزب الله منشح سليمان فرنجية بيفاوضوا بيفاوضوا نعم ما بديفوت بالاسماء انا عم قول طالما سمير قلتوا بتكنت تشوفوه بعد رأس السنين تشوف شو يعمل ومعجبين ليه بدنا نتأخر على هالهدف؟ برجع بقليك قالي ما عم بتنصر على حدا ما عم بحكي جد تقدي تشوفيه للجو اللي بدي يصير بالبلد قبل رأس السنين اذا بينعمل هيدا الموقف الوطني العظيم؟ طيب هيدا اضرب من المفاوضة ما هو بس عم بحكي جد أنا بما انه بعد ماعد يقتين بس من الوقت بدي اختم معك ولو ظهرنا شوية من الملفة اللبنانية الداخلية تنحكي لانه كله كمان مرتبط بالمفاوضات الكبرى اللي عم بتصير بالمنطقة اليوم في حديث عن قبل 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 في قصة هذا على إبراهيم روح نضب بيتعاولي قال عم يفتشوا على فساد بوزارة التربية وهذا انه هيدا الفساد بينام بينام هيدا وبيطلع بيطلب انا ما مدافع عن حدن بس عرفت انه في طواقف نحموا الطواقف ما نحموا طواقفكن نعم نضب على إبراهيم روح عدى على الجنب بس هذه المرة لانه انه اوضاع الداخلية لكي شوانا تهينا مبارح كله النهار الحمدلله على سلامت المنزل من التلفريك وبدون يحاسبه الجاي الصائغة وبدون يحاسب التلفريك روح يا حبيبي استحوا فيه أمور كبرى بتصير بالبلد نعم بإطار الأمور الكبرى وبما انه مصير لبنان مرتبط بمصير المنطقة والتسويات اللي بده تركب بالمنطقة الحديث عن دور مصر ودور قطر عمين حكى عن حكم التكنقرات عمين حكى عن تنشيط السلطة الفلسطينية وعودتها إلى قطاع غزة السلطة الفلسطينية او انا مبهول دولة فلسطين على أرض فلسطين لن تدخل إلى غزة بأي تفاوض على حساب حماس وهذا مكررات مكررات مستوى كل الثوريين اللي انتبه في فتح وفي منظوم التحرير بعدين ما تنسى انه في فصائل تاني منظوم التحرير لذلك هاي دي الخبرية اللي شكوا الصفوف ضد ضد اليهود الصراع اليوم كله ضد اليهود الوساطة الأساسية المهمة المبادرة المصرية ارود تفاصيلها ولو لم تكن مهمة ما كان عطى قبر السنوار للجميع نزلوا إلى مصر عطى عمر بس ما هون في تخبط هون في تخبط حماس بالساعات الأولى رفضت هذه المبادرة أبدا طلع بيان طلع تسريبة تقديري من الجزيرة طلع تسريبة انه رفضت طلع تاني نهار من الجهاد ومن حماس طلع تسريبة انه نازلين على مصر اذا فيه تخبط نازلين على مصر ما اليوم رجع كمان صار فيه معلومات بعد ما تأكدنا مننا انه مرحلوا حطيهم حط بحط تفهمين مين لمصلحة مين اوكي تتوقع وقف تننهي بهذا السؤال بركب كوفي هك خاتمة امل حمام الدم يتوقف في غزة اكيد في امر امريكي بدي يصدر بعد فترة فترتال كل ما بنقرب من جولاي من الانتخابات تموز تموز الانتخابات الرئاسية كل ما بايدن الغايب عن الوعي والفريق تابعه ناطر التور عظيم ترامب انا بدي اشكرك على حضورك معنا امين الهيئة القيادية بحركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان شكرا كتير لألاك نعاد عليكم على عائلتك انشاء الله يعني مجلسة نظهر ايه؟ يالله بنا ننزل قطية عاب عاب يقول له بعد رسنة ولا فالنتين ولا مشان اهلا المهمة شكرا كتير لألاك مشاهدينا بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء Clear Corn Odek شكرا نعم نعم شكرا